مسافر ازايكم النهاردة فكرة جميلة جدا وبسيطة هنسلك الحوض بتاع الحمام زي ما انت تشايفة كده مليان شعر ومسدود مش بيسرب مية هنشوف مع بعض تسريد المية بتاع الحوض زي ما انت تشايفة كده ضعيف بسرب مية وليلة هنشوف ازاي احنا هنسلك الحوض بتاعنا بكل صفولة بحاجة سحر بامانة جميلة جدا نستجي نسلكه مع بعض هنشوف المكون اللي معانا اللي هيشيل اي انسداد اي شعر اي رواسط في الحوض بتاعنا هتشيله من اول مرة معانا المنتج ده حلو خالص عن تجربة لكد بيسلك البلعات او احواض او اي حاجة عندك مسدودة بيسلك مكتوب عليه بلورات سحرية مسلك للبلعات زي ما انت شايفة كده حاجة كده جميلة كده هنجربها مع بعض العلبة دي بستين جنيه وهتقعد معاك فترة طويلة بس تخلي بالك على عميكي وعلى اديكي ما تجيش اي حاجة عليه زي ما انت شايفة كده هناخد غطى كده من البلورات دي الشكل ده زي ما انت شايفة كده حطينا البلورات على الفتحة بتحت الحوض هنبتدي نجيب مية سخنة بتغلي وخلي بالك لما تيجي تكوب عليها المية لازم تحرسي معانا هنا مية بتغلي بالتكل هننزل كده بالراحة هنانت شايفة كده شايفة هنفط كمان شوية هنضل هنفط شايفة المنتج ده جميل جدا بصراحة زي ما انت شايفة كده سلك معانا الحوض بتاعنا كويس زي ما انت شايفة كده والمشاعة اللي كان في المصفى بتحت الحوض كله استاكل ونزل وسلك الحرط بتاعنا من جهة بتاعه من جهة المجهود كنا نسلكتين الحرط بتاعنا طبعا للعبوة دي بستين جنيه بس هتقرب معاك فترة طويلة ومش هتكلفك حاجة كمان يعني ستين جنيه بس هترتاحي ومش هتحتاجي اي سباك ييجي يسلكلك الاحواط او البلعات بتاعتي جربت طريقة دي ممتازة جدا جدا ويا ربي كده يكون الفيديو نابع عجبكم واذا عجبكم الفيديو شيروا لايك للفيديو وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي على اليوتيوب وعلى صفحيتي على الفيسبوك ومع السلامة